يمثل وزير شؤون المغربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبدالقدرم سهل الجزائر في اشغال القمة العربية الافريقية الرابعة بداية من اليوم وغدا بملابو بغينيا الاستوائية وستعكف هذه القمة التي ستنظم او تنظم تحت شعار جميعا من اجل تنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي على تقييم التقدم المساجلي في تجسيد مخطط العمل المصادق عليه خلال القمة الثالثة التي جرت بالكويت سنة 2013 كما ستتدرق المتحدثات الى سبل والوسائل الكفيلة بتعميق اطار هذا التعاون في ضرف تسعى فيه افريقيا والعالم العربي الى رفع التحديات المشتركة التي وهجها مها